ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الاسبوعي اليوم والذي عقد بمدينة العالمين الجديدة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية داعيا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء ثم استعرض مدبولي خلال الاجتماع الجولة الخارجية الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا والتي عكست التقدير العالمي للدور المصري وثق لها في الدوائر الإقليمية والعالمية فضلا عن دعم مواقفها في مختلف القضايا كما مثلت هذه الزيارات فرصة لدعوة الرئيس لزعماء هذه الدول لحضور مؤتمر المناخ كوب 27 بشارم الشيخ نوفمبر المقبل كما أشار مدبولي إلى زيارة الرئيس الصوملي حسن شيخ محمود إلى القاهرة موجها الوزراء بالتنصيق مع وزارة الخارجية بهدف دعم أطر التعاون بين البلدين وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجهات الرئيس السيسي في هذا الشأن والتي تتضمن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف المواطنين من فئة محدود الدخل وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من حدة مثل هذه الأزمات عن كاهل هذه الفئة ورفع الأعباء عنهم بما يضمن لهم حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر